ابتدى ستيب باي ستيب كده خطوة بخطوة بيبتدى يرجع لمستوى بزدد لانهم قاعد شهرين بعيد او حاجة طبعا ما يرجع ما كانش نفس المستوى ده لأ ما هو ده الطبيعي فابتدى يرجع النهاردة كان بيستلم الكورة بيظهر للناس بيقطع الكورة برضو طريق حامل احنا عارفينه طبعا 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 ربنا يا رب يبعد عنه الاصابات طريق حامل ده قوة بالزدد خصوصينا كابتن اللعيب اللي بيصاب ويبعد فترة ويكون بيعتمد دايما على القوة البدنية والقطع وكده لازم لازم ياخد ماتشوات طبعا لعيب المهاري غير طبعا مهاري غير ممكن يبقى اسرع اللعيب المهاري بيستخبه اللعيب المهاري ممكن يلمس الكورة كل عشر دقايق هيعملك منها شغل كويس انما اللعيب اللي هو الصناقي اللي هو القوي اللي انت بتعتمد عليه ده ما يدارش يستخبه فبيبقى ظاهر على طول طول الماتش فطرق من النوعية دي من اللعيبها واخبالك ازاي عشان كده ممكن تبقى انت في وقت تقول ايه ده مش كويس واخبالك عشان ده النهار ده زيزه مسلا الشرط الاولاني كله كان ظاهر بشكل قوي جدا الشرط التاني استلم اقل من الشرط الاولاني بس كان بيعمل منها ايه شغل انها مش على طول بيستلموا لأ ده اللعيب المهاري اللي احنا بتتكلم طيب عمر السعيدة كانت والله عمر السعيد انا زعلان منه جدا هو بيحاول ولكن برضو هو افضل من كده واخبالك ازاي خصوصا في الاحتفاظ بالكورة ان هو يبقى بحطة مهمة هو انت بقى محطوط في المكان ده انت بحطوط في المكان ده عشان تنجح لعب التيم عشان الناس تلعب لك الكورة انت بحطوط في المكان ده لأسباب واحد ان انت ترجم او مش طبعا كل الكورة العرضية اغلب الكورة العرضية يبقى فيه خطورة على الجورة اتنين ان انت الكورة الفرقة لما الكورة تلعب لك وانت راجل بسم الله ما شاء الله والبلد جسمك كويس واقوى من المدافعين تحتفظ بيا عشان تخلي فرقتك تجي لك وامتدي الفرقة الحرية في انها تهجم التحول من الدفاع الهجوم لما لما تتقطع منك خلاص يعني انا لما لعب لك الكورة وتتقطع منك كل مرة انت انت خلاص مناش شكل الهجومي فاتمنى ان هو يبقى احسن من كده. اوباما. اوباما لغاية دلوقتي مش لقي نفسه فاربعة تلاتة تلاتة. فعلا. اطبعا. بحس ان هو بيلعب السهل. طيب ما انا بقول لك هو. يعني هو كورة جيلة وبسيحة. اوباما مش لقي نفسه فاربعة تلاتة تلاتة. يعني النهاردة بدأت تشط التاني. اه. الجنب اليمين بتاع النادي بتاع اللي هو الشمال بتاع التحديد السكندري. كان اوباما بيروح فيه وكان زيزه موجود. فبيعملوا مختورة. انما لو اوباما فعلك. صحيح يا كبتن بنلعب اربعة تلاتة تلاتة? اه. هم بنلعب اربعة اتنين تلاتة واحد. ليه? نعم هو الشكل بتاعه. مش امامه وطارق في النص واسلام ناحية الشمال زيزه ناحية اليمين. اوباما قدامه. لا ما هو اربعة هو اربعة تلاتة تلاتة يعني. اه. يعني هو اربعة تلاتة تلاتة. يعني طارق حامد. اه. واباما وامام عشور دول التلاتة بتاع نص الملعب. اه. وقدام بيبقى فيه اه اه زيزه وعال شمال اسلام وفي النص. اه. فانت فاوباما يعني انا بقى اوباما لعيب كويس. اه. ولكن برضو لسه لغاية دلوقتي. انا اقلت لك تلاتة اربعة تلاتة تلاتة دي. هفي لعيبة ممكن تعلى. اه. وفي لعيبة ممكن تاخد وقت لغاية لما تبقى كويس. شيكبالة ما نزلها كابتن? اه شيكبالة هو شيكبالة يعني شيكبالة البصل اللي عملها دي. اه. يعني ما اه يعني واحد قاعد. نزيزه. طيب ما اه ما يعني. اللعبة دي. بينت قدراته الفنية. اه. يعني اللعبة دي بتخلي الناس تقول لك ايه? طب هو قاعد احتاطة ده كله ليه? اه ده قيمة اللعيب المهاري. ما اعتقدش انه يعني اعتقد ان فريرا هيعتمد عليه كبديل دايما. اه. ما اه. يعني هيعتمد عليه كبديل مهم اوي. او ورع ربحة. طبعا. وعلى فكرة فيه المدربين. يعني هو فريرا لازم يلعب كده. اه. فريرا لازم يلعب كده. لان انت عندك نقص. انت عندك نقص. فلازم تستخدم اوراقك. اه. ده شيء انا باعتبره شيء قوي جدا. وصعب جدا. صحيح. انت معندكش التيم زي ما انت قلت مثلا ايه? احنا كنا بنقعد اه اه بنشرق عالشمال وزيزو علمين ومصطفى محمد. وتحتيهم ساسي وطريق حامد. ووباما في حالته. كانت الفرقة. بتبقى قد كده عارف الفرقة بتاعت الزمالك. مم. دلوقتي صعب. مم. صعب. تاخد بالك كمان احنا عمال انا عمال اتكلم معاكم. وناسي كمان فيه لعيب مهم ناقص اللي هو الوينش. الوينش النهاردة يعني. اه يعني انا قصدي برضو هو 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 سليم مليون في المية. لا طبعا. من اهم لعيبة في مصر. طبعا وعبد الشافي برضو اصابته. وعبشاف. يعني عبشاف اخر ماتش كان بيلعب بشكل جيد جدا. بالزبط بالزبط. يعني انت برضو عبدالله جمعة لم يشارك. بالزبط. عندنا نقص عدد. انا بقول لك بقى انت بتلعب. مم. يعني هو حتى ساعتنا بقديم. يعني ممكن لو عبدالله جمعة سليم كان لعب قد قم فتوح. ما بقول لك في حاجات كتير. ما كان اسلام جابر يعني ممكن. في حاجات كتير. مم. فالراجل بيلعب بالاوراق اللي موجودة.